السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي فيديو جديد من قناة دروس انجليش ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم ما هكون نكتب لص الصف الثالث الابتدائي الترمي التاني من كتاب step ahead هنوصل لlisten to هنبدأ في الفوكاب بتاعتنا اول حاجة معانا هنا twins twins توام triplets triplets يعني تلات توام quadruplets quadruplets يعني اربع توائم siblings siblings يعني اخوات identical يعني متماثل non identical غير متماثل متماثل غير متماثل identical non identical similar متشابه similar different مختلف different مختلف are born are born يعني يولدوا add the same time في نفس الوقت add the same time في نفس الوقت in the same way بنفس الطريقة in the same way بنفس الطريقة exactly the same متماثل تماما exactly the same متماثل تماما look يبدو look يبدو grow تنمو grow تنمو their bodies اجسمهم their bodies اجسمهم each other كل منهما الاخر each other كل منهما الاخر may be ربما may be ربما glasses glasses يعني نضارة look like يشبه look like يشبه rude rude يعني طريق mean mean يعني تاني behave behave يعني يتصرف dangerous dangerous يعني خطير amazing game يعني لعبة مدهشة amazing game هنا good things good things اشياء جيدة bad things اشياء سيئة curly hair يعني شعر مجاعد اللي هو الشعر curly dark hair شعر اسود able to قادر على able to shop يعني محل too small صغير جدا جدا too small tall او short طويل وكسير tall طويل short كسير باقي الفكاب هنا معنا جون شعر يونيا flute ناي كيوب مكعب used to اعتاد ان وهي دي جرامر اللي احنا هناخده في الليسون ده used to اعتاد ان true حقيقي جلو سمغ بلو اذرك جوال جوال يعني جوهرة نيو جديد فلو يطير طارة فلو هنا معنا قطعة هنتكلم فيها عن التوائم هنا بيقول لنا التوائم هم اتنين اخوات ولدوا في نفس ايه في نفس الوقت ربما يكونوا ايه متمثلين او غير متمثلين متمثلين تعني انهم ايه شبه بعض بالضبط يبدو شبه بعض وتعمل اجسمهم وتنمو بنفس ايه بنفس الطريقة in the same way التوائم المتمثلة دائما تكون ايه بنتين او ولدين البراجراف التاني non identical twins can be similar to each other or they can be different very different التوائم الغير متمثلة يمكن ان تكون ايه متشابهة او يمكن ان تكون مختلفة تماما they can be two brothers two sisters or a sister and a brother يمكن ان يكونوا ولدين او بنتين او بنت وولد sometimes they look like each other and sometimes they don't احيانا يشبه بعض واحيانا ايه لا they don't sometimes sometimes people can be triplets three siblings or even quadruplets that's four في بعض الاحيان يمكن ان يكون الناس يجبوا ايه ثلاث توائم ثلاث اخوات or even quadruplets اللي هما ايه اربع توائم باراجراف اللي بعد كده twins often think and behave in similar ways غالبا ما يفكر التوائم ايه ويتصرفون ايه بطريقة متشابهة do you know any twins هل تعرف اي توائم what do you think it would be like to be a twin ما رأيك في ان تكون ايه توائم هنا عندنا ال vocabulary study هنا بيقول لنا sibling يعني اخوات ربما يكون ايه brother or sister بيبقى ولد او بن identical the same in every way متماثل بيبقوا ايه متماثلين في كل حاجة شبه بعض في كل حاجة similar يعني ايه متشابه having lots of things the same but not everything في حاجات بينهم كتير شبه بعض ولكن ليس كل شيء but not everything different مختلف not the same مش بالزبط non identical غير متماثل can be similar to each other or different يمكن ان يكونوا متشابهين او مختلفين twins توقم two children يبقى طفلين or animals او حيوانات ولدوا في نفس الوقت triplets three children or animals ثلاثة اطفال او حيوانات ولدوا في نفس الوقت quadroplets اربع اطفال او حيوانات ولدوا في نفس الوقت dangerous خطير able or likely to cause harm or injury بيبقى قادر او يتحمل اي ازا او اي harm or injury ازا او اصابة هنا الجرامر استادي بيعرفنا ان هنا الperiod بتتحطي في اخر الجملة الفلسطوب بنحطها في اخر الجملة طب العلامة التعجب بنحطها في اخر الجملة اللي فيها اندهاش surprising sentence surprising sentence we use a question mark علامة الاستفام بنحطها في اخر السؤال الكومة عشان نعمل بها list لو احنا هنقول هنتعدد هنقول كذا حاجة نحط كومة 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 او علشان نربط جملتين ببعض connect to sentence نيجل قاعدة used to وهي سهلة جدا 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 يعني ايه used to يعني كان معتادة كان معتادا كان بيعمل حاجة زمان والوقتي ما عادش بيعملها يعني لما بيجي لنا used to ندخلها في الجملة بنشطب الجملة اللي فيها now now بجملتها وبندخل used to على الجملة اللي كان بيعملها طيب هنا بيقول we used it to talk about things that happen often in the past but that don't happen now يبقى عادة كانت تحدث في الماضي ولم تحدث الآن طيب بعد used to بيجي الفيرب فين it followed by the perverb بيجي بعدها الفعل في المصدر نشوف she used to have have هنا في المصدر طيب احنا عندنا she هنا تاخد هازي يا مثل لا احنا ملناش دعوا بshe used to ييجي بعدها الperverb الفعل في المصدر هتاخد have short hair now she has long hair my dad used to بباية اعتادة and be able to wear his white t-shirt بيلبس ايه t-shirt الابيض بتاعه but now it's too small my grandfather used to play football when he was young اعتادة ان يلعب كرة عندما كان ايه صغير my Mr. Ashraf used to go to his work by bus now he goes by car طيب في النيجاتف بننفي باي لو كتب لنا not يبقى قصده عايز didn't هي بتتنفق بdidn't بس he didn't use طيب بعد didn't بنشيل الد بتاعة used يعني لو he did used هنشيل الد يبقى he didn't use بنرجع الver use هنرجع الاصلها to ونحط بعدها ايه البر verb الverb في المصدر occur ten years ago didn't use to وبلس البر verb والفعل في المصدر didn't use to والفعل في المصدر طيب في صغة الاستفام هنقول لو الاجابة بيس يعني لديد هنا الاجابة عليها بيس او بنو طيب لو هنعمل سؤال بي did بي did وبعدين نجيب بعدها السبجكت اللي هو الفاعل we used to عشان فيه هنا ايه did used to live جبنا live هنا bear verb ما فيوش اي اضافات in a large house طيب what هنحط اداة الاستفام قبل did وبعدها السبجكت عادي used to وجبنا هنا do bear verb when you were five اوكي الموضوع سهل جدا نيجي للا exercise exercise on listen to هنقرأ column p وبعدين نحل column e هيبقى سهل بالنسبة not the same having lots of things the same but not everything can be similar to each other or different a brother or sister the same in every way طيب هنا siblings اخوات قلنا اخوات يبقى brother or sister يبقى number one letter d طيب identical متمثلين يبقى شبه بعض في كل حاجة the same in every way similar متشابهين ولكن ما بيبقاش في كل شيء letter b having lots of things the same but not every thing different مختلفين not the same letter a non identical مش متمثلين هتبقى letter c can be similar or each other or different to each other or different letter c هنا ده سؤال انتو هكجوهو yes or no وتبصوا على picture هتحلوه انتو طيب number three underline he to ride a bike used to على طول مفيش حاجة اسمها he uses to لا احنا القاعدة بتاعتنا he used to طيب she used she used used يجي بعدها two على طول من غير ما نقرأ باقي الجملة mona used to هاز ولا هاز mona يجي بعدها البر verb هايجي بعدها الفعل في المصدر هناخدها طب ليه mona دي ما تاخدش هاز يا مسلا لا ما تاخدش هاز لان احنا الوقت في قاعدة used to used to يجي بعدها البر البر verb الفعل في المصدر ملناش دعوة بايه بالsubject number four هنا used to used to يجي بعدها البر verb هتبقى هنا ايه live طيب i don't i didn't i haven't used to قولنا بنين فيها بايه بdidn't طيب he used to to a play ما فيش بقى plays ولا playing he didn't قولنا didn't تبينشيل بعدها الدي هتبقاش he didn't used اوكي طيب he she used to to wears war wear هتبقى wear المصدر we used to have المصدر she didn't use قولنا بعد didn't ما بتبقاش ايه used بتبقى use ده exercise برضو انت هتحلوا مع بعضكم سهل والcomprehension دي سهلة جدا هتقرؤوها وتطلعوا منها الاسئلة right or wrong نحل الجرامر نيجي بقى لسؤال rewrite هو سؤال سهل جدا number one russia has short hair now she had long hair when she was young طيب احنا اتفقنا اول حاجة لما نلاقي used to هنشيل now بجملتها هنحذف now بجملتها ونشتغل على الجملة التانية she بنحط used to بعد she used to had هنرجعها bear verb هنرجعها في المصدر هتبقى ايه she used to have long hair when she was young يبقى هنا كتبنا ايه she اللي هي russia russia used to have long hair when she was young ومش عايزين اي حاجة من جملة now طيب تاني جملة she played with dolls years ago now she plays computer games هنشيل ناو بجملتها طيب معانا used to هنقول ايه she used to play هنشيل اليد هنرجعه مصدر she used to play with dolls years ago number three هنا she used to be able to cook عطي ننطب على طول نحط كده didn't طيب احنا نشتغل بdidn't she didn't use to على طول she didn't use هنشيل الدي to be able to cook سهلة جدا number four i watched cartoons in the past dot i watched watch films now هنشيل ناو بجملتها ونشتغل عالجملة الاول i used to watch cartoons in the past number five he rode a bike in the past now he drives the current نشيل ناو بجملتها وندخل used to في الاول he used to a road لأ هنرجع رود لأصلاح هتبقى ride a bike in the past number six children used to learn german معنا not يبقى اصدو على ايه نحط ايه didn't طيب يبقى children هنا children didn't didn't i used لأ didn't use to learn german طيب my family walked in the park every friday now we don't هنشيل ناو بجملتها وندخل used to هنا my family my family walk used to سوري هندخل used to walk رقع على الاصلاح in the park every friday ونكمل طيب number eight grand grandfather did lots of sports when he was young هندخل used to grand father used to grand father used to a dead هنرجع على الاصلاح هتبقى do lots of sports when he was young يبقى كده سؤال rewrite سهل جدا جدا نيجي هنا write the correct punctuation number one ده سؤال يبقى فيه عايز question mark في الآخر number two stop that rude is dangerous بيحذر stop يبقى علامة تعجب that rude is dangerous يبقى في الآخر في هنا full stop طرق didn't used to speak english جملة عادية full stop I like reading books I like reading books watching tv with my brother يبقى full stop بعادي did ده سؤال في question mark that was an amazing game surprising يبقى ايه في exclamation I used to have longer hair but now my hair is short يبقى فيه هنا full stop هنا الكوب يكتبوه وبكده يبقى lesson two خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك و comment share للفيديو subscribe للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم بكل جديد اي حاجة مش فهمنا اكتبوه لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول